طيب أروح للجهاز الطبي الدكتور أحمد أبو عبلا طبعا رئيس الجهاز الطبي قال إنه محمد مجدي أفشا هيعمل أشعة على رجله بعد طبعا مشتاكة من إصابة المباراة كان فيها عنف شوية أنا لاحظت يعني كان فيه تدخلات غير مبررة وكان فيه في بعض الأوقات احتكاكات يعني في كور مش مستهلة كور ما يعني أفهم إنه يبقى فيه احتكاك في كورة تمثل خطورة مساء عمر ما الخص ولكن كان فيه كور حقيقة في نص الملعب مش محتاجة لعنف الشديد كده اللي حصل أو اللي شفناه في الملعب مباراة يمكن هو تعرض لإصابة في كحل القدم ويمكن ورمت بشكل يعني بسيط والأشعة اللي هيعملها إن شاء الله في القاهرة محمد مجدي أفشا هتحدد حجم الإصابة وفرصة بقى مشاركته فيه أو رجوع للتدريبات الجماعية مع الفريق أما بخصوص هاني هاني برضو هيعمل أشعة النهاردة إن شاء الله على رجله تعرض لإصابة في مطش نهضة بركان برضو في آخر المطش وكانت تشخيص المبدئي لها إنه الإصابة دي عبارة عن شد في العضلة الأمامية لكن الأشعة النهاردة إن شاء الله هي لا تحسم بشكل نهائي حجم الإصابة وموعد عودته للتمرين إن شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر